أهلا بكم التقارب تارة والخلافات تارة أخرى هي السمة الأبرز للعلاقات التجارية بين الصين وأمريكا ولكن رغم الخلافات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم إلا أن الصين ظلت بين أكبر خمسة شركة تجاريين للولايات المتحدة الأمريكية منذ بداية العام الجاري وفقا للبيانات الأمريكية الرسمية بلغت قيمة التجارة الخارجية لأمريكا من السلع والخدمات نحو تريليونين وخمسمائة وثلاثين مليار دولار منذ بداية العام وحتى الآن وكان نصيب الصادرات منها أكثر من تريليون دولار بينما بلغت قيمة الواردات الأمريكية نحو تريليون وخمسمائة وواحد وعشرين مليار دولار وهذا خلال أول ثمانية أشهر من العام الجاري وبالنظر إلى أكبر خمسة شركة تجاريين مع الولايات المتحدة منذ بداية العام نجد المكسيك في المرتبة الأولى بقيمة تبادل تجاري بلغت 396 مليار و600 مليون دولار أمريكي أما في المرتبة الثانية حلت كندا بتبادل تجاري بلغ 388 مليار و400 مليون دولار أمريكي وجاءت الصين ثالثة في التبادل التجاري مع أمريكا بقيمة بلغت 275 مليار و600 مليون دولار متراجعة عن مركزها الأول كأكبر شريك تجاري للولايات المتحدة في عام 2022 من حل رابعا جاءت ألمانيا في المركز الرابع بين أكبر الشركة التجاريين مع أمريكا بقيمة تبادل تجاري 118 مليار دولار و200 مليون إذن بعد ألمانيا تأتي اليابان كخامس أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة منذ بداية العام الجاري وحتى الآن وبلغت قيمة التبادل التجاري بينهما 108 مليار و600 مليون دولار إذن كان هذا عرضا سريعا عن أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة الأمريكية خلال أول ثمانية أشهر من العام الحالي ترجمة نانسي قنقر